مرحب كذلك بضيفتي المتواجدة بالبلاتو ياسمين ايت ايدير وهي شاعرة في عمرها 19 سنة ورحبا بك معنا مرحبا بك فيا وشكرا سيدا لا يسلمك انت تكتب قصائد وعندك ازيد من 990 قصيدة وعندك ازيد من 3 دواوين ربما في عمرك غير 19 سنة وعندك مواضيع يعني قد نقوله كبيرة على العجلية لك الجزائر الجديدة الحراجة يعني لماذا هاد الميول لماذا كتابت القصائد وعليش رحتي توشهتي لهذا النوع من الفن توشهت هاد النوع من الفن ان منذ سيبا يعني كنت نحب زاف الشعر العربي كذلك معجبة بالكثير من الشعراء كنزار القباني هشام الجخ كالحلم ديالي اني نكون شاعرة كهذه الشخصيات فانتقلت الى هاد الخطوة من الشعر طيب انتي قلتي بالي هشام الجخ وكثير يعني نزار قباني الى غير ذلك لكن الشي اللي معنا بالغومش النص انه ياسمين ايت ايدير تكتب ثلاث لغات نعم نكتب اللغة العربية الفصحة نكتب كذلك بالامازيغية ونكتب كذلك بالمصرية جميل تكتبي بالمصرية الامازيغية وكذا العربية قصيدة الجزائر الجديدة وقصيدة كذلك الحراقة هم رسائل اللي حبيت تمديها للجمهور رسائل تحمل كثير من المعاني ماذا تريد ربما رسالة اللي حبيت توجهيها للجمهور من خلال هذه القصيداتين قبل ما نجاوبك على هذه الاسئلة عندي قصيدة اكتبتها لنا القناة النهار يحبيتنا نجهلكم السلام عليك يا قانتي قانات أخبار وقانات فنان اسمك النهار بمعنى النور والضياء أنا من أهلي متتبعيك شكرا جزيلا قد أوصلت لنا كل الأخبار إلى مستمعيك بقيت أحبك نعم بقيت أحبك رغم كل الكلام الذي قيل عنك ستبقي إن شاء الله في العولة ستبقي إن شاء الله في العولة فأنت الضوء والإنارة أنت أجمل حضارة فلو كانت لي فلو كانت لي لما سميتك الأسطورة لأنك ترسلين لنا أجمل صورة يا أفضل قناتي عن نهار تيفي إن القلم لا يود التوقف لأنه يتحدث عن أسطورة هذا العصر أنت أعظم قناة وأحبها إلى قلبي فالسلام عليك يا قانتي فأنت النور والضياء وأنت أعظمها على وجه الأرض وشكرا لك ياسمين أي تدير على هذه القصيدة هي هدية يعني ما كاش على بالي بالي كتبتي على قناة النهار لكن لابس نعود نذكر القصيدتين الجزائر الجديدة وحرق القصيدة عن الجزائر الجديدة هي تتحدث عن الحراك واللي يعني عن الجزائر الجديدة بعدما كلما فتنا منها أزامات قررت أني نكتب عليها قصيدة طيب الجزائر الجديدة نستمع قليلا من القصيدة شوفوا ماذا كتبت عليها الجزائر الجديدة تفضلي بلاد الجزائر بلاد الجزائر إنها بيتي وأرضي لست أنا من عليهم أجني بلادي بلادي لا أسمح من العدو أن يأخذك مني لا أسمح من العدو أن يأخذك مني فيزعماء بلادي فيزعماء بلادي إني أتكلموا فاسمعوني كل يوم تزدون من جروحي فإنكم تسلبون مني أبسط حقوقي اسمعوني اسمعوني انتهى وقت التعدي حتى وقت الاستعمار وقت التصدي فيا أيها الشعب الجزائري فيا أيها الشعب الجزائري إنه وقت التحدي علينا أن نبني وطنا خير كل الأوطان بلادي بلادي لا أرضى أن تهانينا فأرجوك لا تبتئسين شعب البلاد شعب البلاد ليس على حقك ساكتين ليس على حقك ساكتين فأنت الجزائر الجميلة أنت الغالية على الكثيرين فأنت أبدا لن تسقطين فسيظل عالم الجزائر فسيظل عالم الجزائر مرفرفا بإذن رب العالمين بإذن رب العالمين بإذن رب العالمين بحاج الله ياسمين أيت إدير وش تعرفي على الجزائر الجديدة؟ نعرف عن الجزائر الجديدة بأن اكتشفنا أن لدينا الشعب سلمي الذي شرفنا في تلك المسيرات وكذلك انتقلنا إلى مرحلة جديدة بعد ما تغيروا بعد الشخصيات السياسية هكذا طيب طرقتي المواضيع واحدة أخرى كذلك منهم موضوع الحرقة وش تعرفي ياسمين أيت إدير على الحرقة أنت في عمرك 19 سنة وطرقتي لهذا الموضوع اللي هو موضوع حساس جدا يعني في المجتمع ربما كاتبة قصائد وكشاهرة لماذا طرقتي بالدات لهذا الموضوع؟ طرقت لهذا الموضوع الحرقة لأن في الأيام الماضية كانت يعني ظاهرة الحرقة كانت كما أقولك بنسبة عالية جدا بأن بعض المواطنين الجزائريين كانوا يهاجرون هجرة غير شرعية لكن كانوا للأسف كانوا لحقوا ونحبوا كانوا بزاف ضحايا اللي ماتوا في وصل البحر كانت حتى كذلك كما رأينا في تلفز أنا عائلات كذلك منهم يعني كيلي سلكوا منهم وكيلي راحوا ضحايا فأنا اللي اتجهت لهذا الموضوع هدايا للذي يمس المجتمع المجتمع اللي هو الهجرة الغير شرعية قررت أني نكتب عليه قاصيدة يعني بحنوصل لسالة تعي لكل عندي باللغة الأمازيغية وباللغة العربية تفضلي باللغتين الهجرة الغير شرعية لما رحلت وهجرت لما رحلت وهجرت في مركبة صغيرة المستقبل الباهر تخيلت لما رحلت وهجرت ولما بنفسك إلى التهلكة ألقيت تخيلت بأن الفرج هناك تخيلت بأن الفرج هناك في بلاد الغرب ينتظرك فبقيت تسمو بفكرك عاليا عاليا بقيت تسمو بفكرك عاليا عاليا لكن يا للخسارة يا للخسارة قد خاب ظنك فقل لي كيف استطعت فعل ذلك هل تعلم هل تعلم عند إعلان ضياعك بكت الأم عليك بحرقة فكيف على مربياك صبرت فقل لي بالله عليك كيف على مربياك صبرت في تلك الليلة الماضية القاسية صار الظلام يعم البحر صارت الأمواج تتعالى وصار الرعب يداعبنا صارت الحيتان تفترسنا واحدا واحدا لكن للأسف الشديد لكن للأسف الشديد صارت الجثة تتعالى تطف على سطح المياه الباردة فأخبروني 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 لما أردتم أن تهاجروا وطنا وطنا لما أردتم أن تهاجروا وطنا وطنا بل إن الحب والمودة هنا في بلادنا هنا في بلادنا فوطني يجذبني حبا وحنينة حبا وحنينة فتوقف أيها المهاجر فتوقف أيها المهاجر فلا تذهب بعيدا 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 شكرا لك ياسمين أي تدير بما مواضيع وحد دخل لك حب الترقي لهم وتكتب قصائد عليهم المواضيع اللي حبيت نطرق لها يعني أنا لدي عدة كما قلت لك لدي تسعمائة وعبعة وتسعون قصيدة منهم أني نكتب مواضيع يعني اجتماعية التي تمسوا كل المجتمع كما نقول كالمخدرات كالتدخين يعني كالهجرة الغير شرعية اللي قدمتها الآن شكرا لك ياسمين أي تدير وموفقة إن شاء الله في هذا المجال